درس شعوب من العالم في الأماكن القطبية اثنين أجيبه بنعم أو لا ألف تبنى بيوت الأسكيمو من الحجارة طبعا العبارة خاطئة لأن شعب الأسكيمو يبنون بيوتهم من الثلج ب منازل الأسكيمو من الخارج كل السلحفة نعم نحط صح لأنها منازل الأسكيمو من الخارج تشبه السلحفات جيم يضع الأسكيمو أدواتهم على رفوف خشبية العبارة خاطئة لأنه يضع الأسكيمو أدواتهم على رفوف من الثلج على رفوف من الثلج دال ينام الأسكيمو على سرر من الثلج العبارة صحيحة لأن شعب الأسكيمو ينام على سرر من الثلج يعني تخوت أو سرائر بمعنى سرائر ثلاثة أذكر الفوائد التي يجنيها الأسكمة من صيد الحيوانات نحن نعرف أن الأسكمة يعيشون على صيد الحيوانات نشوف الفوائد اللي يجنوها أول شيء يأكلون لحمها يعني يتغذونها أو يتناولون لحمها اثنين يصنعون من فروها ثياب يلبسونها أخذ الفرو وبعملوا منها ثياب عشان يلبسوها ثلاثة يستخرجون من دهنها وقوداً للمصابح من دهنها وقوداً للمصابح أربعة كيف يصيد الأسكم الأسماك يصيد الأسكم الأسماك يحفرون في الجليد حفرة حتى يصلوا إلى الماء بظلهم يحفروا حفرة حتى يصلوا إلى الماء ويصطادوا الأسماك خمسة أضع عنواناً آخر للنص أي عنوان بتقدروا تختاروا أنتو يعني أنا اخترت عنوانين شعب الأسكمو أو اثنين الأسكمو وثلجو وأنت بتقدروا يا طلاب الحلوين أنك تختاروا اللي بدكم إياه من العناوين وشكراً لكم